بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو يا شباب يارب اكونوا بخير ده الجزء التاني اه بالنسبة لكلامنا النهاردة ان شاء الله عن اه النفرون دلوقتي بقى هنخش نتبحر شوية كده جوة الكيدني ونشوف النفرون دي عبارة عن ايه الطايفس اوف نفرون ايه اه البارتس اوف نفرون وايه هي يعني كلام برضو قشور عن اه كل جزء من اجزاء النفرون والفونكشنز بتاعته اه اللي هيتقال بعد كده قدام شوية يعني احنا نتكلم عليه الكلام ان جنرال عن النفرون النهاردة في البناية خالص محب افكاركو بالكلام اللي احنا قلنا عن النفرون المرة اللي فاتت قلنا اني النفرون هي بتعتبر الفيسيولوجيكال فونكشنال يونت اف دا كيدني وطبعا احنا اتكلمنا عليها ان هي مايكروسكوبك استراكشور طبعا هي بتتشاف تحت مايكروسكوب وتكلمنا عن النفرون وقلنا ان النفرون كل كيدني موجود فيها من مليون لحوالي مليون وتلتمائة الف نفرون وقلنا كلام مهم جدا عن النفرون انها بتعتبر من الخلايا التي تفقد اذا فقدت لا تعوض يعني هي من الخلايا اللي ما بتتجددش يبقى وده طبعا الكلام بتوع اه 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 طبعا اكيد قالوه لكم او هيقوله لكم يبقى النفرون زي المفقود منها لا يعوض وبالتالي طبعا النفرون دي اللي بتتولد بيها طبعا من اول ما الواحد بيتولد لحد ما الواحد بيموت المفروض ان هو عدد ايه نفرون موجودة في الكيدني سبتة طبعا لو حصل بيقادي الى حدوث مين او بيقادي الى حدوث حاجة اسمها اتكلمنا عن نفرون وقولنا ان هي بتعمل تلات وظائف مهمين جدا اللي احنا اتكلمنا عليهم في حاجة اسمها وقولنا ان هي بتعمل لأول حاجة بتعمل لأول نقطة النقطة رقم اثنين ان هي بتعمل والنقطة رقم ثلاثة ان هي بتعمل طبعا عشان تكون لي في الاخر خالص اللي هو المنظر وتعمل لي طبعا احنا اتكلمنا عن وقولنا ان بيتم من خلال حاجة اسمها او اسمه او بيسموه يبقى بالتالي او هنتكلم عليه وقولنا ان موجود في الكلام ده هتاخدوه في الهستولوجي ان لما كنتو خدتوه يعني حاجة اسمها ودي عبارة عن ايه خلايا بتبقى لها بودوسايتس بودوسايتس يعني اقدام كاذبة طبعا سودو بودية وبتبقى هدفها ان هي زي ما احنا قلنا قبل كده ان هي دورها زي المصفة بتعمل واخدنا المرة اللي فاتت وعرفنا ايه هي الحاجات اللي بتعمل وفيه حاجات اللي بتعمل وقولنا ان بيساوي حوالي تمام كده جميل تعال معي بقى شوف ده منظر اللي قدامك الواضح من كلامنا زي ما انت شايف فيه كعبيرة من فوق كده اسمها جلوماريولس جلوماريولس واخنا كانوا نقلق عليها دلوقتي بالتفصيل شوية الجلوماريولس اكتريالس قدام شوية يبقى فيه كئي كده اسمها جلوماريولس عاملها زي her كرومبا داخل فيها مين وطالع منها مين يبقى داخل فيها وخارج منها داخل فيها افرنت ارتريول وطالع منها ار ارتريول. المهم ان المكان ده هو اللي بيحمل في记طر اسمه طيب هو عمل الفلترت الذي دخل فيه تيوب كبيرة كده اسمها اسمها ايه زي ما انت شايف كده في شرطة كده معمولة على الصورة قدامك دي نهاية وبداية الجزء التاني من اللي هو بيسموه ايه اسمه في ناس بتقولها وفي ناس بتقولها تمام؟ المهم ان الراجل اللي اكتشفها اسمه وبالتالي يسموها تمام؟ طيب بعد طبعا اللي ده هينقسم لاجزاء زي ما انت شايف في الجزء الاولاني اسمه وبعد كده بدأ يخش على حاجة اسمها كلمة يعني ايه؟ يعني نازل لتحت يبقى بالتالي بدام نازل لتحت يبقى يبقى فيه عندك وبعد كده وبعد كده بدأ يطلع يبقى ايه واخد كده وطلع بس وبعد كده طلع دي بالنسبة للاجزاء بتاعت مين وده هنتكلم عليه قدام شوية لما نيجي نتكلم عن بعد كده بيخش على حاجة اسمها وبعد بيبقى في حاجة اسمها طبعا دي من كلهم بيتجمعوا مع بعض وبيخشوا مع بعض عشان يكونهني في الآخر والماينور كليكس تخشiform والمايجور كالكس مع بعض تعمل لي حاجة اسمها وبعد كده يخش في حاجة اسمها اللي هو بدايد مين اللي هو بدايد اللي بيوصيل اللي تكون للليوريتر يبقى دي اجزاء مين يبقى اليوم يبقى النفر لنبيتكون من اول حاجة جليومالو 드�elson ، وبعد كده بيخش على وبعد كده بيديني حاجة اسمها اللي بينقسم الى يبقى انا دلوقتي عندي اول حاجة بينزل وبعد كده ده بالنسبة لك وهنتكلم على كل جزء علشان اه نعرف ايه اللي بيتم امتصاصه في كل جزء ان شاء الله لابنيجي نتكلم عن اللوبوفينل بعد كده لما يخلص او اللوبوفينل ده يخلص يتكون حاجة اسمها ودي طبعا لها مهمة جدا هنتكلم عليها برضو بعد كده وبعد كده اللي هي نهاية وتجميع زي ما احنا قلنا طيب تعال معايا كده بقى تشوف اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة من النهرون تحديدا بعد الكلام المرسل الى الكلام العام عن النهرون هي هو 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 يتم تحديده على موقع يعني ايه موقع احنا تكلمنا عن الكيدني نما تكلمنا في المحاضرة اللييفات او في الجزئية اللي فاتت قلنا ان الكيدني بتتكون من كورتكس ومضلة صح الكلام وقلنا ان الكورتكس موجود ده عبارة عن ويبقى ديبر او بالنسبة لك اللي هو المظلة. اللي احنا بسميها القشرة. دي موجود فيها يعني هي موجود في يعني كل بتاعت النفرون موجودة فين? في الكورتكس. سواء الطايب ده او الطيب ده. الاتنيين. ولكن خبب ما فيش مووجودة في المظلة عشان بس نبقى واضحين موجودة في المظلة. الاتنين موجودين في الكورتكس ولكن واحدة موجودة في oggi بعيدة خالص فوق في القشرة من فوق خالص واحدة موجودة اللي هو ما بين الكورتيكس والمضلة. يبقى قريبة من المضلة. بس هي موجودة في الكورتيكس. بس هي قريبة. وبالتالي هنا ايه? اسمنا لنوعين. نوع اللي موجود في وده بيمثل اكتر من خمسة وتمانين في المية من كل وهذا النوع اسمه 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 يبقى اللي هي بتاعتها موجودة في الاوتر كورتيكس موجودة بعيد خالص عن مين الكورتيكوميدالري جانكشن او اللي هو الجانكشن بين الكورتيكس والمضلة. تمام? وده موجود في ايه في الكورتيكس? الاو سوري اللي هي الجكستاميدالرين افرون ده اللي هو النوع التاني او وده موجودة في الكورتيكس بس نيرتوزة يعني هي قريبة من تمام? اللي بتاعها يعني طبعا احنا هنا اللي بتاعها اللي هو الجزء التاني من موجود يعني موجود جوك عمزة الحقنة وبالتالي ده بيمثل اقل من خمسة اشهر في المية لبقيين يبقى بالتالي انا عندي ودي طبعا بتمثل اكتر من وفي الاوتر كورتكس تمام? هنتكلم بقى السؤال هنا ودي جزئية المهمة جدا اللي انت لازم تكون عارفها ودي لازم تتحفظ زي اسمك وطبعا تتفاهم قبل ما تتحفظ طبعا اللي هي الفروقات ما بينهم قال لك الكورتكال ليها الجلماريو اللي بتاعتها في السوبرفيشيا الثرد اي رينال كورتكس وده اللي احنا كنا بنقوله ان هي بتبقى طلعة لبرة خالص اللوب بتاعها اللي هو اللوب يعني يبقى شورت يبقى التانية لونج لوب اف هانل شورت ذات ديبس انتو سوبرفيشيال ريجون او زرين المدالة تمام? يبقى هنا اللوب قصير فين في الكورتكال نيفرون اما بالنسبة لجوكسي مدالة نيفرون هي موجودة فين? لا هي موجودة بتاعتها AwakADIها والمضح لما هي موجودة في professoraRewn estreona عشان لما ييجي يكيل لك يسألك سؤال امس كيف في الامتحان يقول لك ان ايه دي موجودة في الرينا المطفل نيفرون نيفرون الجلومري يا ريس بتاعته موجود في المطفل لفيش حاجة موجودة في المطفل المطفل بس دورها بس تمام? يبقى هما الاتنين موجودين في الكورتيكو. بس دي ناحية ايه ناحية المضلة شوية? يبقى ايه? طبعا بتاع طبعا ده بيسمح لها هي وطبعا اللي احنا نتكلم عليها بيسمح لها انها بتعمل خلاصة الكلام علشان تبقى حضرتك فاهم ان هو المسؤول عن وعلشان كده لما يحصل لازم يكون من خلال عشان كده اللوب بتاعتها طويلة وعميقة وبتخش جوة او يضيب اما بالنسبة لأ بتكون وبتكون طبعا موجودة في وبالتالي طبعا ما بتعملش ايه? ما بتعملش زي ما هنعرف قدام شوي. تعال مع بعض ادي المنظر ادي شكل بيوضح الكلام اللي احنا بنقوله موجودة بتاعتها في زي ما انت شايف كده. اما التانية فقريبة ما بين الجونكشن ما بين الكورتيكس والمضالة. ولو بصيت على اللوبوفين اللي هنا هتلاقيها في الكورتيكال نيفرون شورتر. اما بالنسبة للجوكستاملر نيفرون هتلاقي اللوبوفين اللي بتاعتها لونجر اندي ديبر. يبقى دي شورتر اند اه 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 سبرفيشيال اما دي لونجر اندي ديبر اللي هي الجوكستاملر نيفرون. تمام كده? جميل. تعال معي كده بقى شوف الفرق ما بينهم في البلاد او اللي حواليه. هتلاقي ان انت هنا في موجود في حاجة اسمها اللي هي الطبيعية. اما اللي هي بتمثل اقل من خمستاشر في المية موجود حواليها حاجة اسمها ايه? اسمها ايه? الفازا ريكتا. دي مسؤولة عن مين? قال لك مسؤولة عن حاجة اسمها اللي بتساعد على هنعرف قدام شوهي الكلام ده. ولكن انت لازم تبقى فاهم الفرق ما بين الكورتكل والجوكستاملر نيفرون من خلال النقطة دي. ادي المقارنة اللي انا بتكلم حضرتك فيه. اول حاجة لازم تبقى فيه عندك اللي هي وجوه المقارنة اللي انت بتكلم فيه. لازم تبقى عارف الكورتكل نيفرون بتمثل كم في المية? قال لك من خمسة وتمانين في المية. خمسة وتمانين في المية. ماشي. يبقى هنا هنا بقى. دي سيبها خمسة وتمانين في المية ده البرسنتج. الجلومارية اللي بتاعتها قال لك في الاوتر اما دي بتمثل خمستاشر في المية. اما دي بتمثل خمستاشر في المية. ففتين برسنت لاي دي بين دا كورتكس. نير تو ذا مضالة. يبقى اللي اتنين موجودين في الكورتكس عشان انا ايه? هسألك. واقول لك لو في سؤال في هقول لك في ان الجلومارية اللي ساعتها مضالة. ده صح والغلط? لا غلط. ما فيش حاجة اسمها في المضالة. في الاتنين موجودين في الكورتكس. ولكن واحدة في ووحدة ناحية مين? ناحية المضالة. تمام كده? بعد كده الكورتكال نيفرون. وي الجوكستمينارون. الابطة الوبرزان التانية اللوب الفينل. لو بصيت على اللوب الفينل هتلاقيها هنا في الكورتكال ما لها? شورت. شورت ثين سيجمنت. هنا باري لونج. هنا اللوب بنيتريت شورت ديستانس انزام مضال. هنا لأ. لونج ثين سيجمنت بنيتريت ديب انزام مضال. تمام? بص بقى. ده فين في الكورتيكال. اما بالنسبة لك او الاسنينج لام. بقى هو النقطة بقى اللي هي وجود الفازاريكتا في اي حتة في الكورتيكال ولا في الجوكسترن لررشيل دي ممكن لي فيها سؤال. يبقى هنا لازم تبعها في الفازاريكتا اللي مسؤولة عن اللي هي الفازاريكتا او موجودة في الجوكسترن لرشيل ده مهم جدا. تمام? يبقى او او ده في الكورتيكال. اما اخر حاجة 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 تسمعها ايه? جوكستا جلوماريولر ابريتس. جوكستا جلوماريولر ابريتس. قال لك ده موجود فين? ده موجود في الكورتيكال نيفرون ومش موجود فين في الجوكستا مدللري نيفر. بالرغم ان اسمها جاكستا ودي اسمها جاكستا انما دي مش موجودة مع معاها. فالسؤال ام سي كيو يقول لك ان الجوكستا موجود في الكورتيكال مش موجود في عشان ما تطلق بطش. يباني تلقتي عندي اربعة دول لازم تقارن ما بينه. البرسنتج وجود في انية حتة لنقطة رقم واحد اللوب وفيهن لشكله عامل ازاي? او بتاعي عامل ازاي? دي موجود فيها دي موجود فيها واخر واحد اللي اللي احنا نكلم عليه قدام شوية ايه هو ده? ده موجود فين? موجود في الكورتيكال ومش موجود فين? ومش موجود في اتفقنا يا شباب يبقى دي المقارنة زي اسمك. زي اسمك. تمام? تعالوا مع بعض بقى نشوف ودي اول جزء من اجزاء مين? اول جزء من اجزاء النفر. ده المنظر بتاعه اللي هو المنظر اه بتاع زي ما انت شايف داخل فيه افرنت ارتريول وطالع منه افرنت ارتريول وفيه ما بينهم ادي الكعبير اللي انا بقول لك عليها. في عندك حاجة اسمها هنا حتة طلعة منها. طبعا هي بتلفة حواليها. فبتعملي حاجة اسمها اللي انت شايفه قدامك. وهنعرف ايه هو بتاع اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. تعالوا مع بعض بقى نشوف ده بتاعت البومانز كابسول. ده هتاخدوه في اكتر. اه ده كاتلة الهيستولوجي اكيد مسؤولين عن الموضوع ده اكتر. تمام? ده الهيستولوجي. داخل اول حاجة. افرنت ارتريول وده ده ترانسبورت اه ارتريول لالجلوماريولس فور فلتريشن. والايفرنت ارتريول ترانسبورت الفلترد. ده جي من وطبعا الفيزا ريكتا في حالات الجوكسا من الرينفرون والكيدني في ناس سيستم بتاعه. يبقى ادي داخل السهم داخل في الافرنت. وطالع من على الاساس ان هو يعمل مين? يعمل امتصاء اه يعمل اه ياخد الحاجة اللي انت عملت لها او عملت لها او عملت لها تاني ويدخلها فين في البلاد من تالي. تمام? ده فلتريشن. تمام? او بريت نون اسبسي فلتر. وليبقى في الحالة الاولانية هو بيعمل لي حاجة اسمها ايه? عشان يعمل لي فلتريت. هذا بيعمل لي فلتريت. الفلتريت ده موجود في يعني ايه يعني هو بيعمل لكل حاجة اهه بيعمل لكل حاجة وطبعا هنا بيعتمر على الموليكيلر ويت وبيعتمر على اللي هو الموليكيلر بتاعك والموليكيلر ويت بتاعك. كل ما كان الموليكيلر ويت صغير وكل ما كان الموليكيلر صغير ويقدر يعد من البومنز كابسول او يقدر يعد من بيحصل ان هو يحصل له فلتريشن. الحاجة الوحيدة اللي ما بيقدرش يتعدى من هو مين? البروتين. والكلام ده احنا قلناه في ايه? في الجزء الاولاني. البروتين. انما ممكن يعد مين? ممكن يعد الجلوكوز. هل الجلوكوز ده حاجة مفيدة ولا مش حاجة مفيدة? لا يا ريز ده حاجة مفيدة جدا كمان. فبالتالي هنا لو الكابسول بيعدي او بيعدي اللي هو بيعدي الجلوكوز الجلوكوز بيتم ان هو يحصل له فلتريشن. بس هيرجع يحصل له ابزوربشان تاني. يبقى يبقى اسمه ايه? لانه هو اللي بيعدي بيحصل له فلتريشن بيحصل له ترشيح. يبقى بالتالي هو فلتريشن. دي اول نقطة. اهو اللي احنا بنسى كنا بنقول عليه من شوية. ده عبارة عن ساك. انكروزز كابسول. ده بيبقى تحتيه ده عبارة عن فلتر زي ما يتقول كده فلتر عمل زي ورقة الترشيح زي ما احنا قلنا قبل كده. او طبعا خلي بالك اني مش كل برضو اصدتنا في هيقول لكم الكلام ده وهتشرحوه طبعا اكيد هيقولوه بالتفصيل فانا مش هتدخل فيها لاني دي حتة مش بتاعتي. طيب ده المنظر بتاع رينال كورباسل كلها لها مسميات يقول لك في ناس تقول لك رينال كورباسل في ناس تقول لك معنينا الكابسول مع مش عارف جلوماريولوس وكابتر الممبرين هذا اسمع مصطلحات كتيرة جدا ليها وده بالنسبة لك بتاعه. طيب ده اول جزء بعد اللي بيستقبل اللي بيحصل طبعا فلتريشن لليوسفل ونن يوسفل سبستنس طبعا زي ما احنا قلنا. بيصح غلط الفلتريد يعني ايه بيصح غلطه يعني الحاجة اللي هو كان عايزها الجزء وحصلها فلتريشن غصبا عنها هو بيرجع يمتصها تالي. وبالتالي هو عبارة عن ثيك والذين بارت لا قال لك ثيك بارت. ثيك بارت كونسستانت او كونسستانتلي صبعا اكتبلي اي سيجمانت. وده بيعمل يعني ايه يعني بيمتص خمسة وستين في المائة سكستي فائل سوديوم سكستي فائل برسنت في الشخص الطبيعي. يبقى هو بيمتصه كل. يبقى هنا لو كل الجلوكوز نورمالي بيتم امتصه ما بينزلش ناحية مين اللوبوفين. ما تستناش لقول لي لا لا ده هو بيمتص في اللوبوفين لا يا رايز ده هو بيمتص كله في. البروكسيما الكونفيلوتيوب. زا بريماري سايد فور سيكريشن. ده اول جزء من السيكريشن بيحصله. البروكسيما الكونفيلوتيوب. دراجز والويست بروكسيما الكونفيلوتيوب. اكتبلي نيوتريانز. نيوتريانز زي مين? القلوكوز والامينو اسيد والبلازما بروتيينز. قالك البلاازما بروتيينز فيلتريك قالك لا هو الامينو اس تحديدا يعني. وطبعا بيحصله ايه؟ لما بيحصله بيرجع تاني للإفرنت أرتريول وبالتالي بيدخله هو في الكباري وبعد كده يروح لمين للإفرنت أرتريول علشان يرجع تاني للبلوت بتاعه يبقى هو بيعمل هو بيعتبر المكان اللي بيتم فيه بداية الامتصاص اول حاجة تاني حاجة تاني حاجة وتالت حاجة ان هو ده بتاعه برضو في الهيستولوشي هتاخدوه بالكلام ده طيب بعد كده بيجي مين اللي زي ما احنا قسمناه وده كان نهاية في عندك حاجة اسمها يعني تخين يبقى في عندك جزء وفي عندك جزء ثن وبعد كده اللي هو الطالع يبقى في عندك ثن وبعد كده ايه وبعد كده ثن فبالتالي اللي هو فيهن عكس عكاس يعني احنا بنسميه عكس عكاس يعني ايه عكس عكاس هو بينزل تخين او نازل تخين وبعد كده بيرفع وبعد كده بيطلع رفيع وبعد كده بيدخن يعني الاتنين عكس بعض وبالتالي طالما الاتنين عكس بعض يبقى بالتالي الناحيتين اللي هو والعكس بعض عكس بعض في ايه هم الجزء ده آصلا بيلعب على حك تان بيلعب على وبيلعب على الصوديم بين بعد مين على الواتر وبيلعب على الصوديم وبالتالي طالما هو بيلعب على والسوديم فبيقول لك ان بيعمل يعني 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 سيف بيعمل وبيعمل دهjo Mountain Villa. ده عكس العكاس بتاعه اللي هو ايه بقى? اللي هو بيعمل وبيمنع عن يعني هي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى بالتالي. اني انا عندي نقطتين. وهو نازل طبعا ده بيمتص مين? يعمل يعمل يدخله في تمام? وبيمنع خروج مين? اول ما يطلع اول ما يطلع عليه يعمل مين? يبتدي هنا يعمل ليه ويمنع يبقى بيعمل ايه? اول حاجة ده على فكرة الحركة دي بيسموها ملتبلاير. تمام? 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 يبقى هنا بيلعب دوره انه هو يعمل يبقى هنا بيلعب دوره انه هو يعمل save water and possess the salt. ايج لامب has thick and thin section. طبعا هو نازل thick نازل او نازل thick وبعد كده thin. اما طالع هيبقى thin وبعد كده ايه? thick. ادي المنظر بتاعه. اه اه الاستاني غنانبق افلوب افهاني. ده برض برضه اف counter current multiple here. هنا بقى impermeable through water. اكتف ترانسيبورت او هايبرزموتك. ودي الحتة اللي احنا بنسميها يعني ايه يعني الفيلتريت اللي هو ده لانه هو في اخر جزء من هيبقى موجود في مية ومش موجود في مين? مش موجود في لانه هيسحب السلط يدخله جوه مين? جوه الميدال. فين? قال لك جوه? في مثلا يبقى في الحالة دي اللي هو جوه اللي هو حوالين هيبقى مين? هايبرزموتك ولا هيبقى هايبرزموتك لانه موجود في ومش موجود في مية. ده بيوساع على مين? يقول لك يعمل يعمل ايه? تمام? بعد كده اللي خلي بالك بقى ان نهاية هو بداية اللي هيمر جوه ايه? هيمر جوه مية. يبقى هنا منع خروج المية علشان تروح طب المية دي هتنزل في قال لك لأ. لانه في الحالة دي هيبتدي هنا في هرمون هيطلع هنعرف دلوقتي هرمون ده مهم جدا. يعمل ايه الهرمون ده? طبعا يعمل يعمل تمام? طيب ده الفرق ما بين دي المقارنة التانية المهمة جدا ما بين اللوب وما بين مين? وما بين آآ اللي هو الجزئية او الجزء بتاع اللوب اللوب اف هنل. سوديم والبوتاسيوم ايتي بيز كان انجي جينريت الاوزموتك ديفرنس اللي هو 200 ملي اوزمول بر ديتر. لوب اف هنل لقلاو مكسمم يورن اوزمولارتي ممكن يوصل ل 1200 ملي اوزمولة اللي هو بينسميه يبقى دي سنننج لوب اف هنل. اول حاجة هاي برميبول تو ووتر وام برميبول تو سوديم. اعكس باي فيوروزمايد. فيوروزمايد ده هتاخدوه في الفرماكولوجي او طبعا ده من الادوية المدرة للبول المدرة اللي هي يعني نحن نسميها وطبعا ده هدفه الرئيسي ان هو ينزل مين ينزل في الحالة دي المية بكميات كبيرة وطبعا آآ بيسمح بمرور المية. فابد التاني طبعا بيمنع مين امتصاص آآ كولورايد. تمام? آآ الووتر هنا طبعا في يعني المية بيتم امتصاصها. اما المية طبعا السوديم والبوتاسيوم والاكتيف لي. او سواء كان بقى في او في الاسنين جلوب قلقا خمسة وعشرين في المية من السوديم بيتم امتصاصه وخمستاشر في المية من المية بيتم نتصاصه. يبقى هنا خمسة وعشرين في المية من السوديم خمسة وعشرين في المية. هو مين اهم السوديم ولا المية? قال لك لأ طبعا. هو المية مهمة جدا. المية اهم من السوديم على فكرة. بس هي القصة كلها. ان المية لسه ليها رحلة في لسه ليها رحلة في رحلتها ايه? ان هي لما بتوصل في بيشتغل عليك هرمون هنتكلم عليهم اللي هم هرمون والالدستيرون هرمون اللي بيشتغل على السوديم والبوتاسيوم بعد كده. يبقى هما لما هيوصلوا دي وده الجزء اللي احنا نتكلم فيه ان شاء الله اللي هو اللي هو الجزء الاختياري لان فيه في الجزء يا ري. خمسة او ستين في المية يتم انتصاصه في وبعد كده ينزل خمستاشر في المية يتم انتصاصه فين? يتم انتصاصه في هيتبقى لك خمسة في المية او من خمسة العشرة في المية. العشرة في المية دول اللي هما اللي بيتامن امتصاصهم في ايه? طبعا انت هيطلع هرمون او مش هطلع هرمون والكلام ده هنقوله بعد كده. هنا بتستقبل المية او بتستقبل اللي هو في موجود في مين? موجود في مين. كتيرة او لا لا? قالك كتيرة لان هو ديبقى هايبر اوزماتيك ولا هايبو اوزماتيك? لا هايبو اوزماتيك. ده المية اللي موجودة في التيبيول. انما اللي موجودة في موجودة فين هايبر اوزماتيك لانه متصص صوديم. تمام? طبعا او باريبل او باريبل اكتف بورشن اف دنيفرون. هوين ده بيعمل ايه بقى? طبعا هناخده وبعد كده ان شاء الله بازن الله هنكلم عليه بالتفصيل دلوقتي قدام. ده بيمتص الصوديم وبيطلع بوتاسيوم. يعني هو بيحاول يعمل يبقى بالتالي بيخرج البوتاسيوم. بيبقى وين? طبعا كنتيجة يعني طبعا كنتيجة لها ان هو بيسحب الصوديم فبيطلع مع مية. ده هيبقى في طبعا دي صور بتاعته بتاعه. في عندك اللي هو مين? اللي هو اه ده الجزء التاني بقى اللي هو بقى يلي بيشتغل عليه هرمون. هي اللي بيشتغل عليها هرمون. قال لك يبقى يبقى بيشتغل عليه مين? هو بيسمح بامتصاص الصوديم. وبيخرج بوتاسيوم. والصوديم لو تم امتصاصه بيسحب وراءها مية وكولورايل. ده في. بنيجي بقى لنقطة طبعا ريسيفز فلاود فروم ديستال كونفلوت تيبيول. بيشتغل عليه هرمون اسمه ايه? ايه هرمون. قلق دي. يعني ايه موجود فيها طبعا التشانيلز. اسمها اكوا بورينز. طبعا التشانيلز دي هدفها الرئيسي ان هي بتعدل مائي. يبقى الووتر فرومزا كولكتنك داكت. فلاود. ذن موف باي اوزموسز انتو سولتي هايبر اوزموتك انترسيشم. وده بيعتبر الليه? لاست سيجمنت. تو سيفووتر فروم دا باري. ودي بنسميها الاكتف ايه? الاكتف ووتر ري ابزورش. يبقى الاكتف مش الاكتف الاختياري. بناء على يبقى خلاصة الكلام. يبقى اول حاجة انت عندك بيعمل الفلتريشن. الفلتريشن بيعدي في البروكسما الكموليوتو تيبيول. البروكسما الكموليوتو تيبيول بيتم انتصاص منه خمسة وستين في المية وخمسة وستين في المية منه آآ وبيتم انتصاص طبعا آآ كل الجلوكوز وما بيبقاش في بروتين والكلام ده كله. بينزل في بينزل في اللوبو فهنل. اللوب فهنل هو عبارة عن مين واخدنا الفرق ما بينهم في كل واحدة. البرمي بقول لي مين? قال لك برمي يبقى يبقى بيعمل ري ابزورشن وبيمنع مين? بيمنع الصوديوم. العكس. بيعمل مين? بيعمل ري ابزورشن للصوديوم وبيمنع مين? عشان يعمل لي ايه? يعمل لي وبالتالي يعمل مين? الميدالي. هايبر والميدالية اللي حواليها حواليها هتبقى ليه? او ليه? علشان تسحب بعد كده المية من تمام? يوصل المية او يوصل او مليان مية وطبعا في الحالة دي موجود في صوديم طيب الصوديم هنا مين اللي هيمتصه في الصوديم يسحب الصوديم ويسحب وراه ويسحب معاه كولورايد ويحط لي مين؟ بوتاسيوم تمام؟ يوصل في الكوليكتنج داكت في الكوليكتنج داكت يشتغل عليه مين؟ فازو بريسين هورمون او هورمون اللي بيسعر على امتصاص حوالي من خمسة العشرة في الماء المتبقيين اللي احنا بنقول عليها ده بتاعه اللي هو مين اللي هو الكوليكتنج داكت ده مش بتاعتي الجزء التاني في كلامنا النهاردة هنتكلم عن موضوع حاجة اسمه ايه هو جسرته في مين؟ في الفرق ما بين الكورتيكال نيفرون والجوكستامدالر نيفرون قلنا اللي احنا سمعنا عنه ده موجود فين؟ قال لك موجود في الكورتيكال نيفرون اللي هي بتمثل قد ايه؟ خمسة وتمانين في المية او اكتر هل هو موجود في الجوكستامدالري قال لك لأ قال لك الجوكستامدالر نيفرون عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن وهو داخل تمام؟ احيان بيبقى وفي حاجة اسمها ماكيولادانسة ماكيولادانسة دي هو عبارة عن ايه؟ اللي هي بيسموها ايه؟ خلي بالك من الحتة دي اللي هي ايه؟ اللي هي على فكرة ده تغضو فبالتالي انا دي طبعا بيحصل ايه؟ ان في بعض الخلايا موجودة في الديستل في بداية وفي نهاية بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها تضخم شوية كده جواها عشان بس ان نبقى فاهمين اهي اهي الخلايا دي بيسموها ايه؟ ماكيولادانسة سل اسمها ايه؟ ماكيولادانسة سلز ادي الماكيولادانسة وادي الايه المنزر بتاع الفيرست بارت اوف دستال كونفليوت سيبيول او الاست بورشن اوف زي ايه السننج لام بافلوبو فانل وادي ما بين والايفرنت ارتريول ماشي افرنت والايفرنت ارتريول ده اسمو تمام؟ قال لك هنا ادي المنزر تاني ادي منظر عبارة عن مين؟ عبارة عن وطالع منه وموجود عندك عبارة عن الخلايا اللي هي بتبقى ايه؟ او ده يبقى لازم حضرتك تبقى عارف هو بيتكون من ايه؟ وبرضو تمام؟ عشان برضو نأكد في الجزئية دي طيب انا بالنسبة لانا بقى اهميته ايه في الفيسيولوجي. يعني انا كراجل بتاع فيسيولوجي اهميته ايه؟ هو هنا بيقول لك بيقول لك ان انت عندك حاجة اسمها جرانيلر جوكستاجلوماري لار سيلز جرانيلر جوكستاجلوماري لار سيلز اللي هي موجودة فين؟ اللي موجودة الماكيلادينس بيطلع هرمون اسمه رينين اه يبقى هنا الهرمون ده اسمه ايه يا رايس؟ رينين اللي احنا كنا واغنينه في المحاضرة او في الجزء اللي فات وقلنا هنيجي نتكلم عليه ده من الهرمون بتاعت الكيدني الفونكشن بتاعت الرينين كم دوله ان هو يعمل مانتينينج ايه؟ ارتريال بلد بريشر يبقى هو بيحافظ على ارتريال بريشر ازاي بقى رايس؟ بص كبير اول حاجة خالص لما بيحصل ان نسبته بتقلة في البلد يعني ايه؟ ليها مسميات كتيرة او اه او اه ووتر في البلد او بيبتدي ينبه مين؟ بيبتدي ينبه مين؟ بيبتدي ينبه او دي. الجرانيولر دي تقوم عاملة ايه؟ تقوم بطلع على هرمون تقوم بطلع مين؟ قال لك الرينين ده يروح لمين؟ يروح لبروتين. البروتين ده بيتصنع في الليفر اسمه انجيو تنسانوجين اسمه ايه؟ كلمة يعني بلود فيسل وتنس يعني ايه؟ تنس يعني وتنس جين يعني بروتين يبقى هنا انجيو تنسانوجين عشان نفهم الكلمة جات من اين ده عبارة عن بروتين بيتصنع في الليفر. الانجيو تنسانوجين ده لما الرينين يروح له يحوله من انجيو تنسانوجين لحاجة اسمها انجيو تنسان وان ده بيعتبر مادة بتعتبر خاملة. ماشية في البلد كده ملاقاش اي تلاتين لازم ماشية في البلد. قال لك بتروح لمين? بتروح لانزايم. خطير جدا. موجود في الانج اسمه ايه؟ هذا الانزايم يشتغل على يحوله من الى انجيو تنسان تو. وبالتالي يتحول من اللي هو الانجيو تنسان تو اللي هو الاكتف. يعمل ايه بقى? يعمل حاجة يقول لك ده يعني بيعمل ايه؟ بيعمل يعني بيرفع تمام? الحاجة التانية ده يعني ده بيروح وبالتالي بيعمل مين? بيعمل علشان يرفع تاني نقطة اللي هو مين يروح ان هو يطلع من علشان يروح لمين? يروح وبالتالي يعمل 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 يعني ويطلع البوتاسيوم فلما يعمل اللي احنا بنسميها يزود يزود يبقى هنا السؤال علشان هيجي بالمنظر ده كده يبقى ده اسمه يعني هو بيحافظ على ازاي? وده هوميوستاتيك ميكانيزم هوميوستاتيك ميكانيزم يبقى ده اسمه يبقى هنا ده اللي بيحافظ على كميكانيزم زي ما اخدنا اخدنا قبل كده في اننا لو بتاعي قلت انا عاوز ازوده عشان نرجع له النورمال بتاعي طب ايه في الحالة دي هو القصة دي كلها طب تعالى لو هو بتاعك عالي لو هو بتاعك عالي يحصل ايه بقى? هتبعد يعني ايه يعني هتبعد رسائل سلبي تقول لها ما تطلعيش هورمون ما تطلعيش الهورمون ده علشان ايه? علشان ما يطلعش بتاعتي في الاخر مين? يعمل لانه طبعا مش هينطلع اللي هو الاكتف مش هيتكون اصلا والنقطة رقم اتنين ان هو ما يعملش او ما يطلعش وبالتالي يخلي المية والملح ينزله في البول فالشخص ده ضغطه يقل ولا ضغطه يعلى ضغطه يقل لانه كان عالي تمام كده طيب عشان تفهم الكلام ده وتقدر تحفظه الرسمة دي شافية كافية طبعا فيها كل حاجة هو بيقول لك ان الفول ان سوديم كلورايد اللي هو الاي سي ال او الاكترا سيلولار فلوود فوليوم زي مثلا حدوث الرينال اسكيميا او دي كريز الارتريا تلات حاجات دول دول بيعتبروا مين? الستيميولوس ان ده بيعتبر على فكرة مش هقول لك ريفليكس ارك بس هو يعتبر كميكانيزم هوميوستاتيك ميكانيزم ده كما قال الكتاب يعني بيروح للجوكستاجلوميرل ابريتوس انهي تحديدا انهي خلية في الجوكستاجلوميرل ابريتوس قال لك جوكستاجلوميرل تروح تطلع مين هورمون اسمه الرينين يشتغل على مين انجيو لأ صلح لي الكلمة اللي في الاول دي الليفر بيطلع لمين انجيو تنسانوجين انجيو تنس سينو حط او وجي اي ان في في الاخر يبقى هنا الليفر بيطلع بروتين اسمه انجيو تنسانوجين طيب يشتغل عن انجيو تنسانوجين يحوله لايه اكتب هنا انجيو تنسن وون جنبها تمام انجيو تنسون وون اكتب لي جنبها او اكتب لي تحتها ان هي مين ان اكتف طيب اللونج موجود في انزايم اسمه ايه ايه سي ايه كلام ده هتاخدوه في الفرماكولوجي بالتفصيل ويمكن الناس بتوع الفرماكولوجيا هيقوله لكم احسن مننا كمان. اسمه اختصار لكلمة انجوتنسن كونفيرتنج انزايم. هيحول اللي هو اللي انا قلت لك عليه اكتب ده تحته. الى انجوتنسن تو. والانجوتنسن ده اصبح ايه? اكتف. اه. انجوتنسن اكتف يشتغل من خلال الاكشن. الاكشن الاولاني والاكشن التاني. هيشتغل على مين? على البلد فيسل. هيروح هو اصلا انجوتنسن تو بيعتبر يبقى بالتالي بيعمل فبالتالي يرفع النقطة رقم اتنين يروح عشان يطلع اللي بيروح يعمل اللي هو وبالتالي يؤدي الى زيادة وبالتالي يؤدي الى زيادة مين? الموضوع اصبح سهل. يبقى عارفنا ان الرنن بيطلع منين? والفنكشن بتاعت الرنن ايه? ازاي? تمام كده يا شباب? يبقى هي اللي هي الماكيلادنسة هدفها الرئيسي ان هي تعمل يبقى اول ما يقل يبتدي الماكيلادنسة تتنبه فتطلع الرنن اول ما يزيد تبتدي الماكيلادنسة يحصل لها انهيبشن وبالتالي ما اطلعش الرنن يبقى بالتالي اف the blood salt content gets too high the macula densa cells begin to inhabit the granular cells and suppress renin secretion or renin release. suppression of renin act as a negative feedback mechanism to prevent further increases in angiotensin 2 and the blood pressure will be decreased eventually the blood pressure will become back down the push and pull action of the granular cells the macula densa and macula densa cells provide an effective mechanism for regulating of the arterial blood pressure by the kidney يبقى ده الرول of the kidney in regulation of arterial blood pressure تمام بعد كده نيفرون function include يبقى كده نهاية الكلام على النيفرون function زي ما انت شايف كده production of filtrate reabsorption of organic nutrients reabsorption of water and iron secretion of waste produce into tubular fluid thank you شكرا ليكم جميعا يارب تكونوا استفدتوا يارب تكون المعلومات وصرت لكم زي ما اكون واقف قدامكم بالزبط واتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله وربنا يجمعنا بكم على الف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته